اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احيان اذا طرحنا السؤال هل يفترض ان يكون الجهات ادوار مستقلة عن ما تقوم به طوال العام للمواطن والمقيم من ارض المملكة حتى يكون هناك اختصاص مختلف مثلا في ما تقوم به في مواسم مثل موسم الحج هو طبعا الجهات الحكومية تقوم بادوار اساسية طوال العام ويتأكد انه فعلا هذه الادوار تقدم خلال ايضا فترة الحج ولكن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والسمو سيدي ولي العهد بالحج يعطينا دفعة الى اننا نضيف اهتمامات اكبر في الحج ونتأكد من حاجة الحاج والزائر في توفرها من ناحية الخدمات المقدمة له ويكون اهتمام اكبر في الحج منه في الاوقات الثانية ولكنه هو مكمل حقيقة جميع الجهات الحكومية تعمل في الحج قد تكون تعمل بشكل مباشر او تكون بشكل غير مباشر طيب اذا باتكلم عن ادوار الهيئة الغذاء والدواء الفعلية واتكلم عن رئيسية غير الادوار المساندة زي ما تفضلت ممكن حنجعل جزئية هذه الدور الرئيسي الذي تقوم به تحديث في موسم الحج يعني للحجاج وقاصد بيت الله الحرام طبعا الهيئة من الجهات التي تعمل على مدار السنة في مراقبة ومتابعة سلامة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والتي تنعكس على الحج يعني قد يكون في اغذية موجودة في المملكة العربية السعودية سواء كانت مستوردة او منتجة في اوقات قبل اشهر كثيرة من فترة الحج ولكن هذه ايضا تنعكس اثرها على الحج خلال فترة الحج عندنا ايضا ادوار محددة نقوم فيها من ضمنها الفسح المنتجات عندنا في الحج لدينا بعتات الحج مع بعتات طبية يعني الحجاج يأتون من دول متعددة معهم اطبة بعضهم عندوا اطبة طبعا استخدمون المستشفيات الموفرة لديهم في المملكة العربية السعودية ولكن البعض قد يكون عندوا اطبة خاصة بالحملات والمرضى اللي يأتون حجاج بعضهم قد يستخدم ادويتهم ويأتون يعني من دول متعددة ومن قارات متعددة ولديهم ادوية قد تكون تختلف عن الادوية التي لدينا في المملكة فيسمح للحاج ان يأتي بادويته ويسمح للحملات ان تأتي بادوية ولكن محددة بكمياتها ومنقدارها ونوعياتها ونعمل مع البعتات الحج وكذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة قبل الحج باشهر طويلة في تنسيق هذه المنتجات اذا جاء فترة الحج ووصل الحجاج ووصلت البعتات الطبية يتم فحص هذه المنتجات تأكد من سلامتها عدم تأثرها بتنقل من دولها الى وصولها للمملكة درجة الحرارة وغيرها والتأكد منها ثم بعد ذلك فسحها والطلب من البعثات بعد الانتهاء فترة الحج بيأخذ هذه الأدوية معهم الى بلادهم مجددا طيب معاليك احنا نتكلم عن عندنا اكثر من شخ تقوم في هذه الغذاء والدواء احنا نتكلم عن الاجهزة الطبية والمستزمات الطبية نتكلم عن الدواء ونتكلم عن الغذاء صحيح نتكلم عن موسم الحج لاني حاجيك في محاور تتطرق لها الهيئة وتخص الهيئة مجملا الأصعب عادة في الرقابة والمتابعة واللي يكون هناك عليك على الهيئة يعني نوع من العب في المتابعة هو الجانب الغذائي او الطبي صحيح التعبير او الغذائي ليس الطبي هو طبعا الاغذية يعني ممكن كمياتها كبيرة جدا ومتعددة وفيها نوع من التعدد ممكن ما اقول انه الأصعب ولكن اقول انه هو اللي يكون فيه متابعة كثيرة جدا متعددة بالنسبة للمتابعة الادوية والاجهزة ومستزمات الطبية وكذلك ايضا مستحضرات التجميل هذه المتابعة الدورية السنوية هذه نفسها تنتقل في فترة الحج ويكون مستمرة فيها عادة ما يكون في اختلاف باستثناء يمكن جانب واحد اللي هو في الأدوية انه بعثات الحج لما تأتي للمملكة ربية السعودية تأتي معها احيانا بعثات طبية طبا محددين يأتون بأدويتهم معهم التي يستخدمونها ومتعودين عليها وكذلك ايضا الحجاج يأتون من قارات متعددة فلديهم أدوية يعني ماشيين عليها لأشهر لسنوات فيسمح لهم بأن يجذبون هذه الأدوية نحن نفتش عليها في المنافذ وقبل ذلك نعتمد لهم القوائم قبلها بأشهر بالتنسيق ونزارة الحج والعمرة ونفتش عليها في المنافذ ونتأكد من سلامتها من درجة الحرارة وأيضا نؤكد عليهم أخذها خارج المملكة إذن تهد ففعلا هو في الأدوية ومستلزمات يمكن عمل محدد وهو عمل على مدار السنة بينما في الأغذية هي يعني عمل يعني دائم حقيقة وفيه كمية استهلاك قد تكون عالية جدا في فترة الحج فيكون هناك تضافر لجميع الجهود بين الجهات الحكومية لتأكد من سلامة الغذاء لدينا في المنافذ هل يطبق على الغذاء أيضا أنه بعض الحملات وبعض الحجاج من الخارج يأتون بأنواع تخصة من الطعام فتطبقون نفس الآلية التي تطبق على جانب الدوائي هو تقريبا تختلف شوي في الغالب أنه يأتون بعض الحملات يأتون بالطباخين تبعهم بعضهم قد يعمل الشيء هذا أو أنه يتعاقدون مع الطباخين هنا يعني عرفون الوجبات أتكلم عن نوعية الغذاء يحمل يعني نفس المواد الغذائية هو توفر بالله الحمد يعني توفر غالبية توفر قليل منه يأتي بأغذية كثيرة لكن توفر في المملكة العربية السعودية الأغذية تجذب وتدخل المملكة ويتم تأكيد من سلامتها وتتوفر الأغذية التي يرغبون فيها الحملات التي تكون حسب نكهاتهم ويكون أحيانا معهم يا أما طباخين مع الحملة جايين أو يكون طباخين موجودين في المملكة يتعاقد معهم يتعاقد معهم وهذا ولا يعطونهم بالشكل المناسب والله الحمد يعني اليوم في الحج والعمل في الحج يعني الخدمات المقدمة للحجاج عالية جدا نصل إلى مرحلة أن الحاج يأتي من بلده يعني يبدأ مناسك الحج ويستمر فيها إن شاء الله وهو يجد الدواء الذي يتعود عليه في بلده يجد الوجبة الغذاء التي تعود عليه في بلده وهذا ولا الحمد من التسهيل والتيسير اللي يمكن الحجاج بمشيئة الله من إكمال نسكهم وكذلك يعني عدم تعرضهم إن شاء الله لأي مشاكل صحية بمشيئة الله في جزية الدواء للصحة التعبير في فترات كنا نسمع على سبيل المثال وإحنا جايين على أيضا موسم إجازة صيفية في المملكة العربية السعودية فيكون هناك نوع من التحذيرات في بعض الأدوية التي نأخذها معنا للخارج عدم مسجلة في الدولة الفلانية تحذر من نوع دواء وكذا يمكن أن يكون دواء طبيعي السؤالي بالمقابل السعودية كيف تتعامل مع وهيئة الغذاء والدواء مع الأدوية الغير مسجلة وتأتي من بلدان يعني تكون مسجلة في دولهم في منظومات مثلا في الاتحاد الأوروبي أو شرق أوروبا وغيره وما تكون مقيدة عند السعودية فكيف تتم التعامل معها وإدخالها صحيح هو طبعا في جانبين في جانب الأدوية التي تأتي مع بعثات الحج هذا يكون التنسيق مو بشكل مباشر مع بعثة الحج ما هي الأدوية التي تجذبونها عن طريق الأطباء اللي معهم ونراجع القوائم ونوافق عليها وبالكميات محددة ويكون الاستخدام محدد في خلال البعثة وبعد التأكد من سلامتها في جانب ثاني اللي هو للأفراد هنا هذه مهمة جدا حنا نبلغ الدول قد يكون بعض الأدوية محذرة عليها أو مقيدة بالنسبة لنا تصنف تصنيف تقييد فيها وتعامل بعضها قد أنها تكون من الأدوية المخدرة أو غيرها وقد تكون تصنيفها في دول أخرى مختلف صحيح والعكس صحيح فلذلك حنا دائما نرشد الناس أنه اللي يجي للمملكة العربية السعودية يكون معه وصفة طبية متأكد أنه معه وصفة كفرت معه وصفة طبية للدواء الذي يستخدمها حتى لا يكون هناك تحدي له عندما دخول المملكة بنفس المنوال اللي بيسافر من المملكة لدول أخرى خصوصا مثلما تفضلت في فترة الإجازة الصيفية يحذر الإنسان يكون دائما عنده أدوية يستخدمها بشكل متكرر وغيره ياخذ ما يكون معه وصفة هو معه وصفة طبية اللي أخذها من المستشفى فتكون معه لدخوله للبلد لأنه قد يكون الضوابط تختلف من بلد الآخر وحتى لا يكون في مواقف محرجة ومواقف متعبة جدا وقد يكون مخالف لأنظمة في هذه الدول أستأذنك في فاصل بعد الفاصل أرجع لك بالسؤال الآخر مهم مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وبضيف وظيفكم الأستاذ الدكتور هشام الجضغي معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تعاملت السعودية هنا معالي الدكتور لسبب أصبحت الآن ممكرمية السعودية وجهة محط أنظار في كافة المجالات والتخاصصات وهي أصبحت أيضا مبادرة وتقود ولا تقادر في كثير من الأمور أما هذه الأوان أنه لهيئة العامة للغذاء والدواء يعني الصورة النمطية التي كانت سابقا مثلا أنه ما يطابق عليه في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية يتم المطابقة والمصادقة عليه بعيدا نحن نتكلم لعوامل الناس معدهم الفهم الوعي لها أنه تكون السعودية في هذا الجانب هي القائد فيما يخصها لخصوصيتي لأنواع معينة من الأدوية تقوم تصنيعها طريقة التعاطي مع الأمراض الأغذية وما إلى ذلك فبالتالي أنا لا أنتظر ما لم يكن هناك شيء دولي متفق عليه فيما يخصني أستطيع أن أكون مبادر وقائد ويمكن في عندكم تجربة جزئية صحيح أتفق معك تماما والله الحمد هذا قائم الآن وأذكر بعض التفاصيل فيه مثل ما تفضلت في رؤية المملكة عشرين ثلاثين أن تكون المملكة رائدة في شتى المجالات ولذلك حنا في هيئة غذاء والدواء أخذنا على عاتقنا أن أهمية أن نكون الجهة الرقابية على الغذاء والدواء أن نكون الجهة الرقابية الأولى في العالم وأن نكون قراراتنا فيها استقلالية وتتخذ على أسس علمية والله الحمد اليوم نتحدث على لجان علمية وعالمية يرأس هذه اللجان هم أبناء هذا الوطن الكريم من سوبي هي العام الغذاء والدواء سواء كانت في الأجهزة والمستلزمات الطبية في الدواء في الأغذية اليوم نرأس حتى لجان إقليمية لهيئة الدستور الغذائي تتكون من حدود 19 دولة نقود هذه اللجنة ونحن عضو في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي واستطعنا أن نساهم في وضع معايير حتى لمنتجات لدينا في المملكة وضعنا معايير لها دولية مثل بعض المعايير لعلاقة بمنتجات مرتبطة بالتمور وغيرها منتجات لنا في المملكة قد لا تكون لها اهتمام عالميا فيها وهذا التوثيق لها يدعمنا من ناحية السلامة يدعمنا من ناحية أيضا تسويق المنتجات السعودية في العالم اليوم ولله الحمد بعد العمل الهائل والمميز اللي تم في الجائحة واستجابة المملكة العربية السعودية للجائحة سواء كان في الجراءات أو كانت باللقاحات أو غيرها وعدم التأثر مثل ما حصل في عدد من كثير من الدول من الجانب الصحي أعطت الشركات على سبيل المثال شركات الأدوية ثقة عالية جدا للمنبومة الرغابية في المملكة العربية السعودية واليوم نتحدث عن شركات أدوية تتقدم للتسجيل منتجات في نفس الوقت عندما تتقدم للتسجيل في أوروبا وفي أمريكا وبعضها يتم تسجيلها في المملكة قبل تسجيل هناك وهذا من ثقة الشركات العالمية في المنبومة الرغابية في المملكة وأن قراراتها مبنية بشكل علمي ونتخذ القرار بشكل مستقل نتكلم الدكتور هنا عن جودة الحياة ومن الرؤية الشاملة الرؤية 2030 العمل المشترك فيها إذا أتكلم عن الجانب ليس الأمن الغذائي وإنما الأمان الغذائي أنه الأمن الغذائي مفهوم مختلف الأمان الغذائي في صحة الغذاء على سبيل المثال نتكلم في فترة وجانبي جهة أخرى من شركها في سؤال مستقبلا لكن دور الهيئة في مثلا سلامة الغذاء المبذلات الحشرية المواد الكيموية التي تستخدم عليها جودة المنتجات وما إلى ذلك وين وصلت الهيئة الجزئية هذه لأنه طبعا ينسحب هذا الحديث بالتأكيد على كل ما يقدم للوطن هو بالتالي جزء من ما يكون في منظومة التي تقدمها الهيئة مع بقية قطاعات المشاركة في موسم الحج سلامة الغذاء أمانه والشكليات الرقابية في هذا الجانب بالتأكيد سلامة الغذاء في منبومة كاملة تعمل من جهات متعددة لوزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الصحة حيات الغذاء والدواء وجهات متعددة تعمل لأجل رفع من سلامة الغذاء ومن قضية الملوثات له ولدينا قصص في هذه نجاح والله الحمد وهذه إن شاء الله تضمن وتؤكد على سلامة الغذاء للحجاج والزائرين في المملكة العربية السعودية استهدفنا قبل عدة سنوات عندنا برنامج رصد وطني لمتابعة الأغذية والملوثات فيها المتعددة سواء كان ملوثات كيموية ميكروبية متعددة كان عندنا تقريبا 11 منتج و11 ملوث كان فيها بعض الملوثات من ضمنها كان فيه منتجات الهيل كان من ضمنها منتجات الأرز وغيرها حذف المستورد حذف المستورد حددناها وعملنا عمل تشاركي وعملنا من خلال وزارة الخارجية مع عدد من السفارات وغيرها ووضعنا اشتراطات ووضعنا اشتراطات تحليل في مختبرات حتى في الدول قبل التصدير ووضعنا تعاقدنا مع جهات أنها أيضا تفتش قبل التصدير لكل شحنة في بلد المنشأ في بلد المنشأ والله الحمد اليوم نسبة الالتزام لهذه المنتجات هذه المنتجات كان شوية فيها خطورة لأنها منتجات مستهلكة بشكل كبير تتكلم على الهيل تتكلم على الأرز وعلى منتجات أخرى ثانية استهلاكها كبير وأيضا كان فيه تحدي شوية في جوانب الملوثات لها الآن نسبة الالتزام بهذه المنتجات مئة بالمئة ولله الحمد والمنه مئة بالمئة؟ مئة بالمئة لا يوجد فيها ملوثات في الاستيراد في الجانب الداخلي طبعا في الجانب الداخلي أيضا فيه عمل كبير جدا بين الهيئة ووزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية وعملنا على المنتجات المحلية خلال السنوات الماضية عمل كبير جدا على المنتجات وعملنا مع منافذ البيئة سواء في السوبر ماركت وأسواق المركزية المتعددة فيها ولله الحمد من خلال البرامج الرصد عندنا عالية جدا الالتزام عالي جدا جدا في المنتجات المستهدفة وصل إلى 100% ونسبة الملوثات عندنا هي طبعا فيه نسب قد تكون نسبة طبيعية مثل اتحاد الأوروبي يوصل إلى 2-4% حنا في نفس هذا المستوى اللي ما يوصل إلى نسبة أنه ممكن يأثر على صحة الإنسان بشكل سلبي أي منتج محظور أو ممنوع استخدامه والله الحمد يعني التزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص طبعا القطاع الخاص عمل عمل كبير جدا وشريك يعني شريك أنه عندنا مؤشرين أداء نقيسها عندنا مؤشر من نسبة الالتزام من المنشآت المنشآت بمواصفات الهيئة المنشآت اللي هي مصانع المستودعات وعندنا مؤشر نسبة الالتزام المنتجات بالمواصفات عندنا بالهيئة هذه المؤشرات حققنا فيها 1-99% اللي نحقق فيها 99-99.5% فنسبة وأنا أشكر حقيقة القطاع الخاص يعني دائما في ذلك على تجاوض عنده نطج عالي جدا وعلى مدارس السنوات ينطج بشكل كبير جدا ويلتزم بالإشتراطات بشكل كبير طالما أنه فيه نقاش بينه دايالوج ليش ما نخلي هذا كمي جزء من الشراكة في النجاح مثلا دورها أنه الوعي الاجتماعي نفسه للمستهلك لأنه هو يجبر القطاع الخاص على تلبية جودة عالية بالتالي يرضخ هو لمتطلباته شروط القطاعات الحكومية والجهات المركزة فخلينا نقول رفع الوعي مقابله أصلا رفع أداء الجهات الحكومية القطاع الخاص وما إلى ذلك صحيح وهذه الفئة الثالثة يمكن له جهات الحكومية القطاع الخاص وكذلك المجتمع وعي المجتمع اليوم الأفراد المجتمع سابقا قد يأخذ منتجات مجهولة ما يعرف مما مصدرها وإلى آخر وكذا اليوم أصبح يعرف أنه في بطاقة غذائية يعرف كيف أنه يأخذ هذه الجوانب متعددة نعمل على الجوانب التوعوية لكن لا زال أمامنا فرصة كبيرة لتطويرها ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على خلو المنتجات الغذائية والله الحمد في المكرافية السعودية من الملوثات الضارة بالصحة طيب عندي سؤال المهم يعني وأنا أغتنم الفرصة هذه لشخصيا المعلومة ومتأكد أنه الكثير يرغب في المشاركة فيها بمعرفتها دائما نجد منتجات يعني رقم التشغيل اللي يدخل نسمع دائما بعض الأحيان استدعاءات في دول معينة لمنتجات معينة صح وبمقابلة في السعودية نمو يتم الاستدعاء ويقال بي أنه إيش المشكلة ليش ما استدعي ليش إحنا عندنا ما حصل وكذا ويطلع بيان أنه رقم التشغيل خط الإنتاج مختلف عما ذلك طيب اللي يجي يقول لك إحنا فيه منتج خاص صدر للسعودية صنع من أجل السعودية يصدر فقط مثلا مستوى دول الخليج أو السعودية ذلك يقول لا أنه لما يصنع للسعودية معناه نحنا الجودة أقل فهذا صنع خصيصة لنا في الدول المتقدمة تقدم لهم أصناف وجودة أعلى في كل القطاعات هذا الرأي الموجود العام إيش ردكم على جزئية لا هو يعني حنا عندنا معايير لأنه معدرة يعني أنت تتكلم عن معايير مشددة عندكم فبالتالي لما أقول المفترض صنع في السعودية أتق فيه زي لما أقول صنع عن أمريكا وللي يبار صح لماذا نفترض طبعا لأسباب تسويقية يودي للسعودية أو يذكرون محدد للسعودية لكنه لماذا نفترض أنه معاييرها أقل معاييرنا أقوى وبشهادة كثير من الجهات المتعددة والقطاع الخاص على مستوى العالم كله يقول إذا دخلت قدرت أدخل للسعودية سواء أقضية أو أدوية واستطعت تحصل على الموافقة تهيئة الدواء والدواء معناته هذا يفتح لك الباب لجوانب متعددة وسوق أكبر أكبر أنا بسود يعلق على قضية السحب اللي تفضلت فيه حصلت حالات خلال الأشهر الماضية حصلت حالات وفيات لأكثر من 300 طفل في العالم في عدد من الدول أربع دول أو خمس دول من شراب الكحة وهذا أنت تقول أنه والله ليش ما هذا صار عندنا سحب وغير هذا المنتج ولله الحمد والمنا ما دخل من الكربية السعودية لماذا لم يدخل فإنه عندنا عمل كبير جدا ما يرى فهذه حالات الوفيات الحمد لله لم تصل لنا والمنتج لم يدخل لنا لقوة مفتشي لهيئة العامة الغذاء والدوافق تفتيش على المصانع في العالم مصانع الأدوية بل لدينا ممفتشين مستوى جودة عالية جدا جدا قد تكون أعلى من بعض الدول الأوروبية والأمريكية وهذه المصانع لم تكن معتمدة لدينا لذلك لم يأتينا هذا الدواء ولله الحمد يتضرر لدينا أيام الأطفال برجع لك بعد الفاصل قصير فاصل قصير مشاهدينا نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا وبضيفي وبضيفكم الدكتور هشام الجضعي معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواع السعودية كما ذكرنا قبل قليل الدكتور هشام نحن نتكلمنا الآن دعونا نرجع شوية في موضوع الحج يعني بعد انتهاء الجائحة ورفع على مستوى الدولي العام أنه انتهاء جائحة كورونا والمعايير والضوابط التي كانت تحف العالم جميعا وليس المملكة العربية السعودية وكان من ضمنها التقليص عداد الحجاج نحن نتكلم الآن الموسم هذا مشيئت الله ترجع الطاقة القصوى في موسم الحج لاستقبال الحجاج العبء الآن بعد هذه التجربة التي مرين فيها المتطلبات والاشتراطات التي كنت تتكلم عنها قبل الفاصل بأن الاشتراطات السعودية أصبحت تنافس الاشتراطات للدول المتقدمة في أوروبا وامريكا والشرق المتقدم أيضا لماذا سنطلع بالتجربة هذه ماذا ستقدم الهيئة بالتأكيد ما لديكم من شراء في القطاعات الحكومية الأخرى بالنسبة للاشتراطات التي نعملها دائما نحاول وهذه هي نقطة التوازن نضع الاشتراطات هذه ونؤكد عليها ولكن نوازن أن لا تؤثر على المنتجات على القطاع الخاص على توفر المنتجات على أسعار المنتجات لذلك حتى لدينا في الهيئة العامة لقدر الدواء إدارة تنفيذية محددة لدعم المستثمريين وتنمية الاستثمار وللتأكد فيها وعندنا تارجت في هذه الجوانب فترة الحج الحقيقة والانطلاق بشكل كبير الآن بعد الجائحة جميع الجهات الحكومية هي عندها جاهزية عندها عمل مؤسسي عندها أدلة للعمل في الحج وعندها فرق فيها فهي جاهزة للانطلاق بشكل كبير بل الحقيقة الجهات الحكومية كلها من ضمنها هي تغذاء الدواء مستعدة بشكل كبير جدا لأن تكون تقدم خدمة وتجربة للحاج مميزة بعد هذه الجائحة والله الحمد الخطط الموجودة في الحاج في تجربة الحاج مميزة جدا من خلال برامج عديدة برنامج ضيوف الرحمن برامج متعددة والأعمال تقوم بوزارة الحاج وغيرها من الجهات اللي اليوم أننا نتكلم على تجربة الحاج أن تكون تجربة مميزة في ذلك الفرق جاهزة دائما تعمل في الميدان والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العائل دعم كامل وموفر لنا لأن نبدع ونقدم كل ما لدينا في فترة الحج والحقيقة يعني متفائلين جدا بما تم خلال الفترة الماضية من استقبال الحجاج وتقديم الخدمات لهم والفترة التي تليها إن شاء الله لإتمام مناسكهم إن شاء الله بأمن وآمان وصحة ويعودون سالمين وغيرها بمشيات الله هل تعتبروا من فترة الحج أو موسم الحج أو مواسم الذروة حتى موسم العمر في رمضان موسم جدا مزدحم وعالي هل تعتبروا الهيئة السعودية ويخصني الهيئة الآن هل تعتبروا نوع من قياس الأداء لقدرتها في التعاطية للابتكار للتقديم للتقدم بدون شك لأن هذه خاصية عندك ما يموجودة عند الكثير من الدول كيف تستغلونها نحن أيضا نعطي تركيز اليوم العدد المعتمرين والزوار على مدار السنة بأعداد كبير ولله الحمد والمن فحن قبل فترة الحج نقوم بجولات إضافية التودعات اللي في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة نركز عليها بشكل كبير جدا بالإضافة للعمل التشاركي اللي نعمل فيه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في بعض التفتيش على بعض المطابخ العاشة وغيرها أعمال إضافية لأجل التأكيد على سلامة المنتجات في الحج لكن اليوم ما عدنا نتكلم عن الموسم الحج في فترة واحدة فقط على مدار السنة اليوم عندنا سياحة مفتوحة عندنا حجاج وزوار ومعتمرين وكذلك سياحة مفتوحة فأصفح حراك وعمل مستمر في عندنا استهلاك للمواد الغذائية بكميات أكبر بكثير واليوم أيضا الحاج والمعتمر والسائح آخر شيء يعني يرغب أن يحصل له أنه يأتي وفي مكانه قامته لا سمح الله يكون فيه حالة لا سمح الله تعب أو حالة تسمم أو غيرها فلذلك هذه يعني من المعايير التي نتابعها وعندنا أيضا مؤشر أداة لدينا بالهيط غذاء والدواء أن نتابع حالات التسمم على مدار بشكل ربعي ونتأكد أنها ما ترتفع بل تقل وعندنا مستهدفات في أنها تقل بشكل كبير أنتم من المعنيين فيها وليست وزارة الصحة وفيه عمل تكاملي بينكم المعني بالدرجة الأولى في رطابة يعني حنا نتابع على سلامة الغذاء بصفة عامة حنا نمعنيه بسلامة الغذاء بصفة عامة لكن في هذه فيه لجان مشتركة وفيه لجان مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية القروية هي تغذاء والدواء وكذلك يعني أمرات المناطق لمتابعة من رأس اللجان هذه وزارة الشؤون البلدية ترأس اللجنة لكنه لكن عمل تشارك اليوم ما عاد نشوف بين الجهات الحكومية من هذا ومن غير من نفس من انتهت ابدا ابدا انتهت اليوم اليوم أنا أعمل أعمال لتخدم يمكن مهمات عند وزارة شؤون البلدية وزارة الشؤون البلدية تقوم بأعمال تخدم وزارة الصحة وكذلك وزارة الصحة قد تقوم في ذلك فاليوم التكامل عالي جدا اليوم عند المجلس إدارة الهيطة الغذاء والدواء حدد كبير من الجهات الحكومية وكلها ممثلة وكلها تعمل كيف أننا نحقق النتيجة وقاعدين نشوفها على أرض الواقع نشوف يعني اليوم نسب حالات يعني مثلا حالات التسمم مقارنة بالدول العالمية نحن من أعلى الدول في كنسب ولله الحمد عن الدول الخفاظ من أعلى الدول في ذلك والعمل الكبير اللي يقومون في وزارة شنو البلدية مع المطاعم وغيرها في الرقابة عليها كذلك المستهلك وعية في استخدام المنتجات الغذائية في الطبخ في البيت وغيرها كل هذه والتخزين كل هذه يمنع ويقلل من حالات التسمم بالنسبة للمستهلك وكذلك هذا ينطبق بالنسبة للحاج والمعتمر أنه عندنا برامج توعوية اللي يعملون في المطابخ العاشة وكذلك للحجاج لممارسات محددة تقلل فرص لا أسمح الله وجود ضرر أو حالات تسمم من الغذاء أنا أبصلك في الجزية هذه إذا نأخذ دور الهيئة في موسم الحاج نحن في فترة لا سابقة تحضيرية مع جهات مشاركة في دور خلال الموسم بداية الموسم الحاج وأثنائه وبالتأكيد في دور بعده دعونا نرى أبرز النقاط اللي يمكن نتكلم عنها ويتهمنا اللي هي بداية الموسم يعني مع اقترابه من شهر ضل القعدة 25 أو بداية وصول وفود الحجاج نعم الدور الموجود للهيئة وين تبدأ؟ يعني هل هو فقط التفتيش في النقاط المشاركة في التفتيش نقاط الوصول للحجاج هل هي في مواقع المخيمات الخاصة بهم والحملات هل في مراكز الإعاشة السعودية الداخلية لتتقدم الخدمات أو بعرف الدور بالضبط وين يقوم نعم موجودين أولا في عدة تماكن أولا في المنافذ في المطارات مطار الملك عبدالعزيز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كل هذه متواجدين فيها ويكون فيه التفتيش والمبادرة فيها وبالتنسيق مع الجمالك فيها الجوانب هذه عندنا أيضا برامج توعوية للحجاج سواء كانت استخدام التقنية وكانت مباشرة مع وصوله للحجاج وبعدد من اللغات عندنا أيضا برامج فرقة ثانية تعمل على برامج تثقيفية وتوعوية للذين يعملون في المطابخ المطابخ لعاشة ونقيم لهم ورشات عمل وتدريب بعدد من اللغات وكذلك بشاركة وزارة الشؤون البلدية فيها أيضا نفتش على بتفتيش مهم جدا وأساسي على المصانع والمستودعات وكذلك الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية في التفتيش على مشاءات ومطابخ لعاشة في المشاعر في منطقة مكة وكذلك في منطقة المدينة هذه كلها أعمال نساعد فيها عمل ميداني حتى انتهاء فترة الحج وبعد ذلك عودة الحجات وكذلك أخذهم لأدويتهم مع البعتات الحج أخذها مغادرة فيها مغادرة الأدوية معهم إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أنه مع هذا الدعم للقيادة الرشيدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وبالتأكيد سمو سيدي ولي العهد أنه نرى السعودية في كل المحافل في كل القطاعات من ضمنها أنه يأتي يوم نسمع الـ FDA السعودية تكون هي قائدة في جانب حتى على أقل في المنطقة أنه تكون قراراتها وتصريحاتها ومبادراتها وتجاربها هي السباقة والرائدة إن شاء الله في هذا الجانب شكرا لك أخوي عثمان وأشكر السادة المشاهدين ومثلما تفضلت الدعم الكبير من سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد دعم كبير جدا لكل الأجهزة من ضمنها الهيئة الغذاء والدواء وأنه ما لنعذر وأنه ننجز وأنه نكون الهيئة الرقابية الأولى لتعزيز جودة الحياة وصحة المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة العربية السعودية وكذلك لدعم الاقتصاد وهي بالتأكيد في الأخير تعود بالنفع الوطن والمواطن كل شكر لك كان ضيفي وضيفكم بالتأكيد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور البروفيسور هشام الجضعي كل شكر له كل تمنياتنا بالتوفيق لهذا البلد بالازدهار والتقدم والعطاء وبالتأكيد لكم أنتم على متابعتنا نشكركم ونلقاكم في حلقة مقبلة في المعنى الله